تحت رعاية رئيس عبد الفتاح السيسي تواصل وزارة الداخلية فعليات المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد والتي تمتد حتى نهاية عيد الأطحى المبارك لتوفير احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع وبتخفضات تصل إلى 60% وتواصل منافذ أمان توفير السلع للمواطنين بمنافذها التابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية بتخفضات كبيرة حتى نهاية العام الجري مد فترة المرحلة الثانية والعشرين من مبادرة كلنا واحد لنهاية عيد الأطحى المبارك أسهم في إتاحة الفرصة للمواطنين في الاستفادة من التخفضات الكبيرة على السلع التي أتحتها المبادرة والتي تصل إلى 60% وزارة الداخلية أطلقت فعليات هذه المرحلة من المبادرة تحت رعاية رئيس الجمهورية في الخامس عشر من شهر مارس الماضي ومنذ بدايتها وتشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين لشراء متطلباتهم من السلع الأساسية أنا شايفة فيه اختلاف جامد في الأسعار من رمضان تقريباً المبادرة دي شغالة وعرفت إنها همكملة لعيد كل سامن طايبين ماشو الله حاجة حلوة قوي حاجة نظيفة جداً وأسعار في متناول إيد الجميع يعني الأسعار أحسن بكتير من بره وطبعاً توفير السعر دوت في المبادرة بيخليني أقدر أشتري كل اللي أنا عايزه قرابة ألف فرع لقبرى السلاسل التجارية ومنافذ أقامتها الوزارة بالاشتراك مع كبار الموردين والتجارة تشارك في هذه المرحلة ومع مد فعلياتها تنضم سلاسل تجارية جديدة لها إحنا أصرينا إن إحنا نشترك في المبادرة وده إحساسنا إن إحنا لازم نبقى موجودين في خدمة الدولة وفي خدمة أي حاجة بساعد الناس كلنا بنسعى وكلنا بنجتهد إن إحنا نقدم أحسن سعر عشان المستهلك يحس قد إيه الدولة بتهتم إن إحنا نقدم الخدمة كاملة للجمهور بأفضل أسعار وفرة كبيرة في المعروض من كافة أنواع السلع وبجودة عالية أتاحتها المبادرة للتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل المتغيرات والتحديات الدولية والتي أثرت على أسعار السلع وهو ما أشاد به المواطنون إحنا بديجي مخصوص عشان المبادرة ديت وأنها أسعارها أقل من العادي الزيت سعره كويس جدا والرز كويس جدا كل حاجة جميلة جدا عن بره والأسعار كويسة جدا جيت لقيت هنا الزيت والسكر والمقارونة والرز الحاجات رخيصة طبع المبادرة صراحة يعني مش محتاجين أي حاجة كده يعني أنا خطي بأسعار أحسن بره كتير كما تشارك في المبادرة منظومة أمان التابع لوزارة الداخلية من خلال منافذها الثابتة والمتحركة المنتشرة على مستوى الجمهورية بتخفضات كبيرة حتى نهاية العام صراحة أنا على طول هنا في منافذ بيع أعمال لأن فيه التفاوض في الأسعار ما بينها وبين بره ده طبعا بيتحلي أن أنا أجي هنا واشتري طبعا يعني زي ما أعايز نشكر رزارة الداخلية برضو عن مبادرات والأسعار اللي بتنزلها لنا سواء اللحوم أو السلع التنمونية أسهمت المبادرة منذ إطلاقها في التخفيف كثيرا عن كهل الأسر المصرية مع الارتفاع في أسعار السلع تأثرا بالمتغيرات الدولية بتوفيرها كافة أنواع السلع بتخفيضات كبيرة تتسم السلع المعروضة في إطار مبادرة كلنا واحد بجودة عالية ووفرة كبيرة في المعروض إضافة إلى التخفيضات الكبيرة التي آتحتها المبادرة والتي تصم نسبة التخفيض فيها إلى 60% ما يؤكد على أهمية هذه المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين من كافة أنواع السلع عبدالله بركات التلفزيون المصري